يلتقي منتخبون الوطني في التاسع من مساء اليوم نظيره الكاميروني في إطار الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية ورغم الغيابات التي يشهدها المنتخب الوطني بسبب الإصابة يطمح الفراعين لتجاوز عقبة الكاميرون والتأهل الدور النهائي لملاقات المنتخب السنغالي الذي تأهل بعد تغلبه على نظيره البوركيني تتجه أنظار عشاق قرة القدم صعوب الملعب الأولمبي بالعاصمة الكاميرونية يويندي والذي يستضيف مباراة المنتخب الوطني ونظيره الكاميروني في الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية واستطاع منتخب الفراعين التأهل للدور قبل النهائي بعد فوزه على المغرب بهدفين مقابل هدف في مباراة ماراثونية امتدت للأشواط الإضافية هذا ويعاني منتخب مصر من عدة إصابات قبل مواجهة الكاميرون حيث يفتقد المنتخب جهود محمد الشناوي وأحمد حجازي إذ يعاني الأول من شد في العضلة الخلفية والثاني من تمزق في أوطار العضلة الضمة بينما تحوم الشكوك حول جاهزية محمد أبو جبل بسبب معاناته من إجهاد في العضلة الضمة وتاريخيا تحمل لقاءات مصر والكاميرون العديد من الذكريات التي لا تنسى للجمهور الأفريقية حيث واجه المنتخب المصري الأسود غير المروضة خلال 27 مباراة وحقق الفراعنة الفوز في 15 لقاء وكان الانتصار من نصيب الكاميرون في 6 مواجهات بينما حسم التعادل 6 لقاءات وعلى مستوى بطولة كأس الأمم الأفريقية تواجه المنتخبان في 10 مباريات من قبل حقق منتخب مصر الانتصار في 4 مواجهات وخسر في 4 مباريات بينما جاء التعادل في مبارتين أحدهما أصفر عن انتصار الفراعنة برقلات الترجيح